اني يجيت التبقى انه كل ايبين في فري فاير يعرفوا هذا الشي اللي هو اللانش باد اللي بتسويه داخل اللعبة والطير لأي مكان موجود داخل اللعبة ولكن الاغلبية ما يعرفوا انه هذا اخطر شيء موجود في في فري فاير حاليا راح تقولوا لي ليش وكيف ومتى شاهد هذا الفيديو من البداية الى النهاية حتى تشوف الاشياء السيئة والاشياء السلبية كثير الموجودة في هذا الشي طبعا يا شباب هذا الشي بيقدر يحولك لهاكر في خمس ثواني راح تقول لي كيف تابع الفيديو حتى النهاية طبعا يا شباب لا تنزو انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة اهم شيء بدون ما اكثر عليكم حديث لست جو يلا نبدأ لست جو يا شباب حاليا دخلنا الى لعبة فري فاير شتي هذا الازعاج كان لي نعيب عليك ليش سويت هالشيء الغريب اوكي وين راح انزل راح انزل عند خريطة اهو ازعاج 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 لست جو يا شباب حاليا دخلنا الى لعبة فري فاير ورا افرجيكم انه هذا اللانشباط صار مبالغ فيه بمعنى الكلمة اوكي صار مخرب لعبة فري فاير بمعنى الكلمة في كثير الناس راح يقولوا لي صحراوي قاعدة تبالغ اللانشباط كلياتنا بنستعمله وما سبب مشاكل لأي انسان انا متأكد انك راح تغير رأيك بعد هذا الفيديو اوكي راح تغير رأيك لانه لعبة فري فاير نسوي مشكل عويص جدا باللسبة اليه اوكي قبري شباب حاليا را افرجيكم اللانشباط صار اهم شيء موجود في لعبة فري فاير حاليا لانه اللانشباط بإمكانه انه يرجعك هاكر في خمس ثواني خمس ثواني ترجع هاكر شوفوا مثلا هاد المكان اللي انتو شايفينه قبعة القش او مادري شو قبعة القش لوفي اوكي اليوم سويت فيديو لوفي لهيك قاعدة اقول قبعة القش لاتس جو شوفوا اوكي ما تقدر تسويها لازم تسويها بشكل سريع هيك فهمتو اوكي سويتها بشكل سريع انا مسوي لانهائي اللانشباط لاتس كاو شوفوا ما زلطت معي هون انا سوي واحدة اخرى شوفوا هون يلا شباب مشكلة الاماكل تصبط معهم من الان اقول لكم تفضل اعمل لي ريفايف يا كانيني اعمل لي ريفايف لا لا كاناني اوروب لا تقتل حالك اعمل لي ريفايف بسرعة 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 شفتوا مثلا هادي ما شفتها في خدعة عند اي انسان هيك تخيلوا يعني حاليا قوة اللانشباط قوة غير طبيعية ببالي الكلمة رح تحسسوني اني ابالغ لك رح تشوفوا لما ارجع للحياة الان بسرعة يا كانيني اعمل لي ريفايف لانه قيبلاي واحد فارح ليكفينا يلا بسرعة بسرعة اجي بتوكن اعمل لي ريفايف 400 الحمدلله اني دخلت معي واحد ثاني كتبدي ادخل لي واحد يا شباب لست جاو حاليا خلوني ارجع لللانشباط الخاص بي وفرجيكم من الاشياء الثانية اوكي يا شباب كثير 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 اشياء رح تشوفوها في هذا الفيديو وكثير اشياء رح تستفادوا منها وكثير اشياء انتو لازم تعملوا لحسابه اوكي انتوقع انه اللوت بوكس تبعي رح يكون تحت اوكي بالارض لهيك رح اضطر اني اروح الى اللانشباط الثاني شباب هاد اوكي اللي هو موجود قريب من الكروك تاور لس جاو لس جاو لس جاو اوكي حاليا وصلت للمكان اللي رح اخذ منه اللانشباط اوكي بعد ما اخذ اللانشباط الكلام بدي الفعل الان ما بدنا الكلام نريده فقط الفعل بدي اخذ الخريطة الاخرى احتياطا اخذتها لس جاو شوفوا هاي صخرة صح يا شباب كل الانتكم بتشوفوها انها صخرة شوفوا حاليا وش رح يصير شوفوا حاليا وش رح اول شي امامي اوكي شوفوا شوفوا انت شوفوا اقسم بالله يا شباب صار الوضع مستفز احتمال انتم مش قاعدين تجربوا هاي الاشياء لكن الناس صارت كلها تلعب اللانشباطي ما في كثير الناس بيعرفوا هذا الشي لهيك انا عملت هذا الفيديو يا رينا عملت اللانشباط لكن لا يمكن شوفوا شوفوا ها شوفوا شوفتوا ولا لا بيختبلك هناك مستحيل تقدر تقتلوا لمعلوماتكم انا احيانا بسويها داخل اللعبة اوكي الموضوع ممتع لكن بنفس الوقت مستفز وكمان بنفس الوقت يا شباب عد الشي خرب اللعبة شوفوا دقيقة دقيقة لازم نحطها بتماعون لازم تحطوهم بشكل سريع فهمتوا تضغطوهم مع بعض شوفوا لازس جو شوفوا حاليا وينصرت شوفوا حاليا وينصرت اوكي شباب في اماكن ما تقدر تطلع منهم الا من مكان معين رح يكون عندك مثلا شوفوا انا دخلت من هون اتوقع اوكي شوفوا توقع مشا نخرج هون اوكي فرا نخرج يا شباب ما عرفت كيف رأ اخرج ايضون تنو اتوقع لازم اني استخدم اللانشباط شوفوا احيان رح تعلقوا من الان اقول لكم لكن بتقدر تطلع بلانشباط اخر شوفوا اللانشباط يدخلك لكل مكان شوفوا ها شوفوا رح انتظر شخص يجي لوت هذا الدروب وبعدين بوم فهمتوا لهيك انا سويت هذا الفيديو مشان اقول لكم اذا لقيتوا اي شخص يخرج من جدار نتقولوا هاكر فريفاير هي اللي خلاتوا يخرج من الجدار فهمتوا بتقدر تخترق اي مكان في فريفاير باللانشباط هاد الشي غلط من اللعبة انا انت مسوي لي لعبة اكيد رح استغل اي خطأ موجود فيها فهمتوني اكيد رح استغل اي خطأ موجود بهي اللعبة شوفوا يا شباب شوف شوف رح ابرجيكم لسه ما شفتوا شي لسه اي مكان بيخطر على بالك بتقدر تخترقوا اي مكان حرفيا اوكي شوفوا اي مكان مثلا هاد هاد المربع انتوا شايفينو هاد المربع صح ولا لا لس جو يالله خلونا نخترقوا حاليا جاء دقيقة اوكي يالله ها ها مين اللي رح يقسني هون شباب اللعبة صارت سيئة بسبب هاد اللنشباط لهيك انا عارف ليش سويت هاد الفيديو شباب انا انصحكم اوكي لازم قارينا تغير هاد المشكل فهمتوني يعني مثلا هاي الخيمة كلكم بتعرفوا صح هاي الخيمة بتقدر تدخلها من الباب ايزي وبتقدر تدخلها كمان من هون رح تقولي كيف رح ادخل من هون يا صحراوي شوف ها انا دخلت للخيمة فهمت تدخل لي اي مكان اي جدار لعبة فري فاير تقدر انك تخترقوا بهاد اللنشباط شوفوا مثلا لو اسعد لهون تخيلوا اسعد لهون صح شوفوا دقيقة احاول اني احط اللنشباط هون دقيقة بس اوكي ما زبطت معي هون ما ادري ليش لكن اتوقع رح تزبط هون شوفوا شوفوا هون رح تزبط دقيقة ايوا هون ما زبطت معي هون خلينا نطير للزون حاليا اوكي وفرجيكم شي ثاني رح تشوفوا الرعب الموجود في هذا اللنشباط لدرجة اتوقع بتقدر تخترق حتى المكينة اوكي تخيلوا يعني حتى مكينة بتقدر تخترقها في كثير ناس شوفناهم بالتيك توك وكرياتكم شوفتوهم انه يشتروا القلب المجاني ويخترقوا المكينة يخترقوا اي مكان شوفوا اوكي شوفوا توقعوا بتقدر تخترق المكينة دقيقة ما بدي شراء بدي استخدام دقيقة بدي استخدام بس مستحيل تلقى شخص يقتلك هون اقسم بالله علق المحاكم من كثرة الهاكر الموجودة للجيم علق المحاكم اذا عندك لنشباط معناها انه عندك كنز كبير جدا حرفيا لازقو شوفوا تطلع هيك ايزي بيزي بتقدر تشتري قلب مجاني وتدخل لهاد المكان مثل ما خبرتكم اوكي خلوني حاليا كمان اطير واروح للمكان ثاني حتى المكينة هاي ما رح تسلم من لنشباط تخيلوا حتى المكينة هاي اللي بالوسط ما رح تسلم من لنشباط اتوقع شوفوا ما رح تسلم ما رح تسلم ما رح تسلم انه انا قاعد اسوي خدع كلكم تعرفوني انا بسوي خدع اقول لكم free fire في هاي الخدعة يلا نجربها اذا تصبط ولا لا في هاي وفي هاي وفي هاي ما كنتم تصور الموضوع لهذه الدرجة فهمتوا صراحة اوكي انا صراحة ما كنتم تصور الموضوع over لهذه الدرجة خلوني بس هيك اطير للزون مشان افرجيكم كثير اماكن شوفوا اي مكان موجود في free fire اي كان جدار اي شي تقدر تخترقوا باللنشباد حرفيا حرفيا يا شباب مع دل مستودع انا ما جرب مع المستودع خلوني اجرب حاليا مع المستودع ونشوف اتوقع اني ما اقدر رح اجرب كمان اني احط ثلجة واسوي اللنشباد وهل اللنشباد يخترق الثلجة ولا لا فهمتوني لكن في شي مهم احتمال انتم ما انتبهتوا عليه لازم تسوي اللنشباد بشكل سريع جدا حرفيا شوفوا خلوني اجرب اللنشباد هم اوكي لا اذا كنت تخترق المستودع رح يصير شي اوفر اوكي صراحة دقيقة ما تقدر ما تقدر اتوقع انه شالات وفريفاير هذا المشكل اوكي شوفوا وخزم بالله اني دخلت وخرجت شوفت ولا لا اوكي متت اعملي ريفايف كانيني اعمل شباب مثل ما شفتوا الموضوع صار مبالغ فيه حبيت اعمل هذا الفيديو الموضوع صار اوكي كثير اعملت لكم هذا الفيديو حتى شوفوا شوفوا مجرد موصول الله اصطورتي اي 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 مثلا هاي مثلا ما انتم شايفينها هل بنقدر نخترقها خلوني اجرب دقيقة مستحيل صح اقسم بلا قدر تخترقها شوفوا شوفوا القمة شوف القمة لا اللنشباد صار اقسم بلا اللنشباد لازم تصلح مشكلة اللنشباد انا عامل هذا الفيديو مشان فري فاير اما انك تحدى في اللنشباد من اللحبة انا بصراحة عجبني اللنشباد والتاكتيك تابعه جيد جدا لهيك فري فاير ضروري انك تصلحي هذا المشكل يعني مشكل كبير جدا وبصراحة يعني هيك اللعبة رح تخرب كل الناس عصيروا يسووا هاي الحركات انهم يختبؤوا ابسط الاشياء شوفوا مكان ما اصغروا وتخترقوا باللنشباد هاي هاي هاد السناديق بتقدرت اخترقها باللنشباد اتوقع شوفوا اوكي دقيقة شوفوا شوفوا دقيقة نجرب اوكي لازت جو ابتعد يا ايوب لازت جو ما قدرت بس اغلبية الاشياء هاي شجرة صح واو انها شجرة لازت جو يلا خلونا نجرب ونخترقها باللنشباد جواب الموضوع صار مبالغ فيه حتى لو شفتوا المستودع قريبا واخترقوا قريبا واقدر اني اخترق المستودع لازم تضغطوهم في نفس الثانية فهمت ما قدرت ما قدرت هون لكن اغلبية اغلبية الاماكل الموجودة بفري فاير بتقدرت تخترقها خصوصا هاي المربعات والمنازل وكثير كثير اي منزل مغلق بتقدرت تخترقوا باللنشباد حرفيا خلوني اجرب اني اخترق ثلجها فهمتوا شوفوا احط ثلج هون احط ثلج هون واحط ثلج هون و احاول اطلع باللنشباد فهمتوا شوفوا رح تشوفوا كيف رح احاول اطلع باللنشباد شوفوا ما قدرت ما قدرت بس انا لاتنسوا اني ما نحاطها مصبوطة فهمتوا يعني حاليا خلوني اجرب شي شوفوا شوفوا احط ثلجة واحدة اتوقع بتقدر اتوقع اوكي خلوني بس اجيب من هاي الجهة واحط لنشباد هون ملتسقة تماما بالثلجة اوكي لنشباد اتفضل لмиااا لهيه الدرجه حتى ثلجه الثلجه المتـمت من اللنشباد شوفوا überhaupt لا اوبر اقسم بالله اوبر شوفوا اي مكان بتقدر تخترقوا حرفيا في لعبة فري فاير مثلا اذا لقيت واحد مخرب دمشته يسوي الثلج هيك وعندك لانشباد حطه بسرعة بشن بالثلجة خليك سريع يعني هيك شوف خليك تحط لانشباد هيك لازم بشكل سريع شوف شوف وين حطيت لانشباد شوف 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 وين حطيت لانشباد من كثرة السرعة لازم تضغط لانشباد مع الاطلاق في نفس الثانية فهمت يا صديقي شوف ايزي والله يا شباب الموضوع مبالغ فيه كثير كثير مش بس شوية اوكي يعني الموضوع مبالغ فيه لهيك حبيت اني اعمل هذا الفيديو مشان اقول لفري فاير كارينا ارجوك صليحي هذا الخطأ هذا اللانشباد اللي انت شايفاته قاعد يخرب علينا لعبة فري فاير اللعبة اللي احنا بنحبها قاعد يعطي تاكتيكات سيئة لكل الناس شباب اللانشباد قاعد يخرب لعبة فري فاير حرفيا اوكي لهيك انا قاعد انبهكم من هذا اللانشباد اياكم ثم اياكم انكم تخربوا علينا اللعبة وتستخدموا هذا اللانشباد وقارينا من فضلك ارجوكي احدفي هذا اللانشباد لانه قاعد يسبب مشكلة للجميع ارجوكي يا عرب انك ما تحتفيه من اللعبة وما اتوقع انك راح تحتفيه لكن ارجوكي صحيحي هذا الخطأ المشكل اللي خلي هذا الخطأ يصير انه لما تسوي اللانشباد وتصعد وتنزل ينزلك دائما من جهة اليسار شوفوا شوفوا اللانشباد دائما ينزلك من جهة اليسار قارينا من فضلك صحيحي هذا الخطأ و اعملي انه لنشباد لما ترتفع فيه ويكون فيه هون جدار او اي شي حاجز من جهة اليسار اعملي انه لما نسوي مغادرة نطلع من جهة اليمين فقط هيك رح يتحلل المشكل طبعا يا شباب الفيديو كانت بعويلي قارينا والفيديو مشان انفرجيكم انه هذا الشي ببالغ فيه كثير داخل لعبة فري فاير لا تنسوا انكم تدعموني بلايك واشتراك اذا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات اني اسوي لكم اسرار داخل لعبة فري فاير ما يعرفها ولا انسان اسوي لكم ياها شوفوا الغاب انا اتحدثوا بحرقة حالي اواني يا شباب لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة نشوفكم بالمقطع القادم اني رحت